منذ أسبوع والقوات الأمنية تشن حملة احتقالات واسعة تطال المحتجين من طلبة المدارس متحججة بأنهم يقطعون الشوارع وهذا ما يعتبره المحتجون من آليات التصعيد الاحتجاجية السلمي أول شيء نحن طلاب أضربنا عن المدرسة ماكي دوام لأن حضرت جنابك جاي يشوف رحلاتنا كسراها طب كل شيء يسوون يضربوننا يحتغلوننا كل شيء سووا بينا الله وكيلك الاسمون يقطعوننا تقطع نحن نريد وطن نحن نريد شيء غير وطن نحن شباب نحن كبير شيء بينا 18 سنة الله شاهد يضربوننا ليش يأخذوننا ليش يعني والله حرام والقرآن حرام حرام والله حرام المحتجون أكدوا من خلال عدسة التغيير أنهم يمارسون احتجاجهم السلمي بالمقابل يتعرضون لأنواع القمع والاعتداء مجددين مطلبهم الوحيد نريد وطن لش وكت رح تبقى هاي حملة الاعتقالات من قبل الحكومة المحلية في محافظة كربلا اليوم احنا نطالب الحكومة بالأفراج يعني بالأفراج الفوري عن المعتقلين لازم يعني يطلقون صراحهم همعدهم أهالي وتانوهم يعني لش وكت رح يبقون يعتقلون يعني يجي الظاهر هنا بالساحة حتى يطالب بحقه والدستور كفالة إليه ليش هالاعتقالة شمسة وليش القد يخافون منهم هم طلاب الحكومة قاعد لاحقنا في سبيل ما خلينا نجي لها المكان ونحن نظهر بالسلمية ما نظهر لا منه توف ولا برمال ولا بكل شي قاعد نظهر بالسلمية بحقوقنا والجرام قاعد لاحقنا وفي محاولة منها للحصول على رد من القيادات الأمنية في المحافظة وكالعادة لم نحصل على أي تصريح أو رد بهذا الخصوص لأسباب متعددة أما الهروب من الأسئلة أو الانشغال أو ضروف خارج أرادة الجهات الأمنية تطالوا طلاب المدارس من المراحل المتوسطة وسط دعوات لإطلاق سراحهم كونهم يطالبون بحقوقهم من كربلا وليد الصالحي التغيير ترجمة نانسي قنقر